بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد دائما مع الجزء الثاني من مراجعة للغة الفرنسية للسنة الثلاثة متوسط شوفنا في الفارت اللولى شوفنا وش قرأوا في السيقنس وين بروجيت أخوات خوا قرأوا سوفني اخدان فانس سوفني اخدان فانس ومازال يقرأوا سيقنس تع الصغر ولا تجربة عاشها فلو باسي قلنا يستعمل لبخنان جو قلنا باش يكتب سيرة ذاتية لازم يستعمل البورتخي البورتخي اللي هما عبارة الوصف عبارة الوصف هذي قلنا يدير فيها وصف معنوي وصف جسدي ولا مادي الوصف المعنوي هو دي نصفه به الحالة لي ما تتمسكش مثلا الأخلاق الطيباء الأفكار العادات المعتقدات التفكير الحاجة الغير ملموسة أما الفيزيك اللي هو معنى جسدي قلنا نصفه لقوتي الفيزيك البنية الجسدية مثلا لطايدك لقولك تع العيني انتع الشعر لقولك تع لابو وش يلبس كيف هي تحرك تفاهمنا هذا لقوتي اللي اول وشوفنا فيها هي التشبيه باللغة العربية عنده عناصره لي هما المشبه الاليمن كما لي هو وجه الشبه عندنا أداة تشبيه لي هي أوتي وعندنا المشبه به لي هو المشبه قلنا قلنا كي توفروا هذ الأساسيات في ربعة في الجملة سميها comparaison وقرينا المتافور لي هي التشبيه الباليغ قلنا هي حتى هي تشبيه ولكن حذفة أحد عنصري لي هي أداة تشبيه وجه الشبه أعطينا لإكزامبل تا لام إفار كما ليان ولا لام إتن ليان هذي أعطت هولكم لبلو سمبل إكزامبل باش نفرقو إنو نحينا أداة تشبيه وجه الشبه وخلينا لام إلى ليان باش درنا تشبيه الباليغ تفاهمنا روح نشوفو حاجة أخرى قرأوها بإذن الله لي هي لغامر وش قرأو فيها قرأو فيها لدي التغمينان بوسيسيف ولا لدي التغمينان ديمانستراتي هذي دو قرأوهم من البريمار قرأوهم تخوازيام كاتخيام وفن كيام يعني ألا وش ما عند هدي التغمينان ديتغمينان هي أداة تعريف هي أداة تعريف كما لأ والله والإن والآن لدي التغمينان ديفيني ونديفيني حتى لدي التغمينان هذو كون أداة تعريف نديروهم خاصة خاصة فوجد مثال ديمانستراتي هما أدوات الإشارة كما راكم تشوفوا أدوات الملكية هما أدوات الإشارة راح نبدأوا بحاجة هما أدوات الملكية قرناهم من السنة الثالثة التلميذ الترواز يمني أدوات الملكية هي كلمات هلا عبارات تتحط قبل الإسم قبل أن تتحط قدامه بش تبينو تعمل مثلا كنجي نهضر على حاجة تعمل لازم نقول تاعي ولا تاعك ولا تاع شخص غائب أدوات الملكية هذو هما عبارات نديروهم قبل إسم قبل أن بش نعرفوا بهم ملكية هذه الحاجة لمن كما نقولو إحنا مثلا استعملوا لهم أدوات الملكية المفرد كيعود صاحب الملكية يهضر شكور كنعود أنا عندي الأشياء المملوكة التاعي يأما مذكر يأما مؤنث كي تكون حاجتي مؤنث نهضر بعبارة كي تكون الحاجة التاعي مذكر نهضر بعبارة وكي تعود جمع نهضر بعبارة كيعود الإنسان اللي يهضر عن الملكية يهضر على حاجته المتكلم يهضر على حاجته بسمه جو أنا أنا رح نهضر على حاجتي رح نستعمل أدوات ملكية خاصة بيا كي تعود مثلا كي نعود نهضر على ستيلو ستيلو تاعي ومو ذكر رح نقول مو ستيلو مو ستيلو وكي يعود تاعي حاجة مؤنث بار اكزامبل مثلا تخوس حاجة ما نكيتش أنا قدامي حاجة مؤنث مثلا حاجة قدامي مؤنث تاعي لا تخوس نقول ما تخوس ما تخوس وكي يعود أدواتي كامل نقول مي زفر الملكية في سنجلي في سنجلي نحدد هس كي حاجة هذي مؤنث ولا مذكر لأنه المؤنث نستعمل له إشارة أدات في المذكر نستعمل له أدات كي نعود نهضر على حاجتي وتكون الحاجة هذي تاعي مذكر كي ما من كاي من كارتابل من پانطالن من ستيلو نستعمل من كي تعود مذكر مفرد نستعمل من كي تعود مؤنث مفرد رح نستعمل مي مثلا عفوا ما مثلا ما تخوس ما ميزان ما غوب ما فواتور سما الحاجة هذي اللي رح نهضر عليها مؤنث مفرد رح نستعمل ماء كي تعود الحاجة اللي رح نهضر عليها بزاف حوايجي حوايجي رح نستعمل مي سواء الحوايج هذا وكامل مؤنث ولا سواء الحوايج هذا وكامل مذكر ولا مخلطين في الجمع ما يهمنيش الحاجة اللي رح نهضر عليها سواء مؤنث ولا مذكر ما يمنيش يهمني انها جمع كي نعود راح نهدر على شخص آخر على مخاطب راني نهدر معاه فصفاس مخاطب اللي نستعملوه مع الضامير تو كي نجي نقوله ستيلو هذا نتاك نقوله الطان كي يعود مذكر نقوله الطان ستيلو كي يعود عندي لاتروس نتاعو نقوله تروس نتاعو نقوله تخوس تخوس نتاعك كي نعود نهدر على أدوات نقوله تاي زافر ما يهمنيش اللي زافر هذوك فيهم ستيلوات اللي مذكر فيهم لاتروس مؤنث نقوله تاي زافر تفاهمنا؟ كي نعود نهدر معاه المخاطب حاجت كنتاك كي تعود الحاجة التاعو مذكر نقوله طان طان كارتابل طان مثلا كاي طان ليفر تفاهمنا؟ كي تعود الحاجة مؤنث مثلا نقوله تاواتور تا تخوس تا ميزان كي تعود جمع حواج عرام تاعو نقوله تاي زافر فاهمنا؟ هذا بيش نهدر معاه المخاطب المفرد كي يكون لي نهدر عليه ولا على حواجه غائب وشي هو الغائب في الفرنسي هو إيل ولا آل كي نعود نهدر على إيل ولا آل راح نستعمل في المذكر صان في المؤنث صا في الجمع السي كيما مثلا ستيلو هذا تح شخصا غائب نقوله صان ستيلو تح هذاك لي ما كانش مثلا لا تخوس هذي نتاعو نساها نقوله صا تخوس نتاعو نساها مثلا نسكر طابلو الأدوات نقوله سي زافر سي زافر تفاهمنا كي يعود ليهدر يهدر على حاجته إذا كان حاجته مذكر مفرد راح يقول ما إذا كانت حاجته مؤنث مفرد راح يقول ما إذا كان عنده مجموعة من الأشياء راح يقول ما ما كان راح يقول ما تخوس ما ميزان وراح يقول مي زافر كي يقول لي نحضروا معاه مخاطب راح نحضر معاه كمتان نقولك هز ستيلو كوهز كاييك وهز حواج ونقوله تا تخوس كي عاد مؤنث ونقوله تا كارتابل كي عاد مذكر ونقوله تا يزافر كي عاد جمع قلنا في الجمع ما يهمنيش مذكر ولا مؤنث راح نحضر على حواج تاع شخص غائب تاع شخص غائب نسا حواجو يقولو لي تعمل ستيلو هذا نقوله سان ستيلو سان للمذكر سان ستيلو يقولو لي تعمل لاتروس هذي نقولهم ساتروس ساتروس نتاع وواو غائب يقولو لي لزافر هذو التاع نقولهم سي زافر حواجو سي زافر تفاهمنا إذن في المفرد المذكر عنا ما عنا ما طا صان في المفرد المؤنث عنا ما 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 طا صا في الجمع عنا ما تي سي في الجمع ما يهمنيش تفاهمنا إن شاء الله نكون وصلت المعلومة كي نعود نهدر على حواجي نستعمل ما للمذكر ما للمؤنث ما للجمع كي نعود نهدر مع مخاطب نهدر مع شخص نستعمل للمؤنث 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 أصي عنا للمؤنث 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 نهدر leur car table مفرد مؤنث نقول مثلا leur maison كي نجي نديلها الجمع نزيد S و S في لنان اللي قدامي نقول leur car table يعني قصدت مجموعة نزيد لهم ال S ونقول leur مثلا maison نزيد لها ال S كلي إني نقصد منازلهم فاهمنا هذا هو ال determinant possessive يعني أدوات الملكية عنا في الجمع التحهم في نو نقول notre سوى لنان اللي قدامي مسكولا ولا فمينة ما يهمنيش في vous نقول votre سوى لنان اللي قدامي مسكولا ولا فمينة ما يهمنيش في إلو الألا في اس في المفرد نقول leur سوى فمينة ولا مسكولا ما يهمنيش كين جي ندخلها للجمع نوت تولي نو وت تولي و لر نزيدلها لر تولي لر avec اس فاهمنا هذا هو ال determinants possessive اللي قدنا هما أدوات الملكية روح نشوفو ال determinants ال determinants عندي فقط ملاحظة ملاحظة نوت بيا وشي هيا قلق devant un نو qui commence par voyال أمام الاسم اللي يبدأ في voyال وش معنت في voyال هما الحروف هذو كالستة plus H مي هما A E O U Y H مام الكلمة التاعي فمينة رح نستعمل معاها المسكولان رح نستعمل معاها ل حسنا مام وشي مسكولان الباليد واخد كم هذو نعطي لكم فقط هنكتب لكم مثال مثلا كي تعود الكلمة التاعي فمينة اردواز امي ايدي افيان هي كنقول نقول اردواز نرمال كنجين ديلها اداة ملكية مادام فمينة نقول ما اردواز وصح لا ما تصلحش يعني لانها تبدأ بوايال تبدأ بوايال تبدأ بوايال قلنا الكلمات اللي يبدأ بوايال مام فمينة كنجين ديلهم اداة الملكية ندير هالهم مسكولان كي ما واش بار اجزمبل لو كنكتب رد هالكم كي ما قلت لكم مام لنا اللي رح جي ديترمنان pozisif قبل فمينة رح كين ديل لديترمنان تعو ندير هولو مو ذكر وكته كي كن هادا كل اسم يبدا بوايال قلنا devant un نو كي س كمانس او اللي او اللي اللي هما A E O U Y و plus H م ال H س م ته ديترمنان تعنا pozisif رح ندير هولو مو ذكر كي ما قلت لكم هن انا اغ دواز هو وفي القاعدة مثلا او اغ دواز مؤنث نقول ما اغ دواز بصح ما تصلحش نقول ما A ما تصلحش ندير دو ويال س س تاع الم وتاع ال اغ دواز مثلا ندير هنا ما هنا س ما عندي الم تاع ال ديترمنان والما وال A تاع ال اغ دواز هنا ما تصلحش او هن وش ونز دول ه ال ه مي qui تقود femina من دواز ل ال femina من دول ال masculin نقول من اغ دواز من ام 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 تفهم نا هذي ملاح تا لازم تفهم ه نو devant un نو qui commence او ام او او ال غاك وال ه من اش ندير femina راح ندير المسكولين تاع تفهمنا نروح ونشوف العنصر الثاني اللي قراوه اللي هو كما راكم تشوفوا فيهم بالعربية ادوات الاشارة اللي هما بالعربية هذا هذه هاته تفهمنا راح نشوف تاع المفرد برك سامبل ادوات الاشارة قلنا هما ثاني ادوات تعريف تتحط قبل الاسم نشير الهدف منها نشير بها على شخص ولا شيء ولا حيوان تفهمنا يعني نشير ونشير اليه يبي ندل عليه بالاشارة وش هما هالأدوات هذو عنا المفرد المذكر عنا المفرد المؤنث وعنا الجمع آلوغ هذو الس يست تع المفرد المذكر عنا الس تع الج الفي مينة وعنا تاع الجمع الجمع ما يهمنيش سوا في مينة ولا ماسكولا ما يهمنيش ندل له س لا وعنا س تع الفي مينة مفرد هاي بأينا نروح نشوف س هذو على في المفرد المذكر عنا زوج عنا س س نديروها قدام الكلمات اللي تبدا بخانسان سو كارتابل سو تيليزيان سو ستيلو او عنا ست نديرو ها قدام لكالمات المفرد اللي تبدا حتى هيب ويال لأش موي نقولو ست اوم ست اوبيتال ست عابر تفاهمنا ست دي تي نديرو ها لنفمنا ست ميزان ست غاب ست فلوغ ست غاز ست لامب لإسم المؤنث وعنا ست نديرو ها اللي بلوغيال سوى مؤنث ولا مذكر ما يهمناش انا بغيت فقط نوضح لكم انه سو ست المفرد المذكر نقولنا سو نديروها قدام الكلمات كل وعنا ست نديروها امام الكلمات اللي تبدأ بأش موي ولا نشوفو اكزامبل عنا مثلا سو كارتابل سو كارتابل عنا هنا يبدأ بقنصان نديرو سو نقولو ست اوم لإنه الام كلمات تبدأ بأش موي خي قلنا الكلمات اللي يبدأوا بأش موي في المفرد المذكر نديرو ست امام سو عندنا في الفمينان نديرو ست امام ست ميزان ست غب بار كونتر في الجمع ندير س سوى الكلمات تاعة تبدأ بقنصان سوى تبدأ بفويل سوى مؤنث سوى مذكر نقولو س عندنا سوء اللي يجي في النص ولا في الدوار ولا في اي حاجة يقولك مثلا رليف دو تكسر تفهمنا اذا هوا الجزة الثانية من الموراجعة درنا فيه موراجعة دوات دوات الملكية نستعملوهم كينجي ونعبرو على الملكية كي نعود أنا لنهدر كي تعود الحاجة التاعي مذكر نقولها ماء مذكر مفرد كي تعود مؤنث مفرد نقول ماء كي تعود جمع نقول مين كي تكون الحاجة تاع شخص نخاطب فيه كي تعود مذكر مفرد نقوله الطان كي تعود مؤنث مفرد نقوله الطا كي تعود جمع نقوله تاي كي يكون شخص عغائب كي يكون حاجته مذكر نقوله صان كي تعود الحاجة لنساها مؤنث نقولو سا كي تعود مساح واجوكو نقولو سي زافر هذا pour لسنجلي كي نجي روح لبلوريال تعنو نو نقول نطر وفي الجمع نقول نو وفي الجمع نقول وإلو في المفرد نقول لغ في الجمع ندير لغ هذا لديترمينو عنا ملاحظة قلنا الكلمات المؤنثة اللي تبدا بووية اللي هي A, E, I, O, U, Y ولا أشموي مام مؤنث كي نجي ندير لها أدات ملكية ندير لها المسكولة دي ما قلنا هنا من أغدواز, من أمي من إيدي ما نقدرش نكتب ما أغدواز ما أمي, ما إيدي قلنا لديترمينو ديمونست خطيف أدوات الإشارة هي أدوات الإشارة على اللغة العربية هذا وهذه وهاته عنا فيها للمفرد المذكر عنا زوج عنا س إي ست للمفرد المذكر عنا زوج س إي ست تعلا س نديروها قدام الكلمات اللي تبدأ بCONSAN ست نديروها قدام الكلمات اللي تبدأ بVOYAL ولا أشموي عنا ست نديروها للمؤنث وعنا سي نديروها للجمع سوا مؤنث ولا مذكر ما يهمناش تفاهمنا هذا هو الدرس اليوم ما زلنا نديرو كون جيكيزان اللي قرأوا فيها للمفرد المذكر شوفنا للمشاهدة شوفنا 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 وشوفنا للمشاهدة نديروها فيديو إن شاء الله ما تنسوناش من خلص دعواتكم إذا أعجبكم المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وما تنسوناش الجم بارك الله وفيكم دومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم شكرا